اهلا بكم يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين والسؤال ما معنى هذه الكلمات حمولة فرشا لا تتبعوا خطوات الشيطان ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعز اثنين أذكرين حرم أم الأنثيين ما معنى كلمة أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين انتظرونا بعد الفاصل أهلا بكم هذه الآية التي معنى ويقوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا الفعلها محذوف هناك حذف في هذه الآية أي وأنشأ الله من الأنعام حمولة وفرشا فحمولة مفعول به لفعل محذوف تقديره أنشأ وخلق وكلمة حمولة على وزن فعولة وهي الأنعام الضخمة الكبيرة التي تستطيع أن تحمل عليها المتاع وأن تحمل عليها الأشخاص وذلك مثل الخيل والإبل وغير ذلك أما الفرش فهي صغار الحيوانات صغار الضأن وصغار الإبل التي لا تستطيع أن تحمل عليها وربما تتخذ من بعضها الصوف وتتخذ منها الفرش الذي يفترش لنجلس عليك كالصوف من الغنم والضأن وما شابه ذلك وهذا معنى قوله ومن الأنعام حمولة أي ما يحملك ويحمل متاعك كالإبل الضخام وفرشا أي ما تتخذ منه الفرش لتجلس عليه كالأصواف التي تتخذ من الغنم ثم قال الله تعالى كلوا مما رزقكم الله أي لا تحرموا من قبل أنفسكم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي التزموا ما أمركم الله به ولا تتبعوا مدارج الشيطان ولا تتبعوا طرقه ومسالكه ولا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله كان الشيطان يأتيهم ويقول لأحدهم ما الذي دهاك الذي ذبحته بيدك تأكل منه والذي ذبحه الله تعالى بنفسه لا تأكل منه يقصد الميتة الذي قبض من قبل الله لا تأكل منه والذي ذبحته بيدك تأكل منه وهذه وسوسة من وساوس الشيطان لأن الله تعالى هو الذي أمرنا أن نأكل مما ذبحناه وهو الذي نهانا عن أن لا نأكل من الميتة وهو الذي نهانا عن أن نأكل من الميتة فما أمر الله به اعتمرنا وما نهى عنه انتهينا ثم بيّن سبحانه العلة في عدم اتباع خطوات الشيطان فقال سبحانه إنه لكم عدو مبين أي عداوته ظاهرة عداوته باطنة أعاذنا الله منه ومن حزبه ثم قال تعالى ثمانية أزواج وثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشا ثم الله تعالى سيبسط الكلام عن الحمولة وعن الفرشا بعد أن أجمله فهذا بسط بعد إجمال قال ثمانية أزواج ثم بيّن وقال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الضأن يطلق على الذكر من الضأن خروف أو كبش ويطلق على الأنثى من الضأن نعجة المعز يطلق على الذكر من المعز تيس أو جدي التيس لغير المخصي أما الجدي هو الذي يحمل اللحمة فيخصى ولذلك يقولون عليه جدي أنثى الماعز تسمى سخلة أو عنزة فالله تعالى يقول من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبالمناسبة كلمة زوج تطلق على المفرد فيقال هذا زوج فلانة وفلان زوج فلان ويطلق على الاثنين أنهم زوج أيضا فهنا أربعة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثم قال سبحانه قل أي يا محمد أذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين وهذا سؤال توبيخي لهم حيث إن العرب كان لهم مذاهب في تحريم الأنعام فبعضهم كان يحرم ذكورها فلا يأكلها وبعضهم كان يحرم إناثها فلا يأكلها وبعضهم كان يحرم ما في بطون الأنعام فلا يأكلها وبعضهم كان يقول ما في بطونها خالصة للذكور وهي حلال لهم وهي محرمة على الإناث فالله تعالى يقول لهم مستفهما على سبيل التوبيخ والتقريع لهم أذكرين حرم أم الأنثيين هل حرم الله تعالى الذكور من هذه الأزواج الأربع من الضأن والماعز أم الأنثيين أم حرم الإناث منها أم ما اجتملت عليه أرحام الأنثيين أو حرم أم حرم ما اجتملت عليه أرحام الإناث من الضأن والماعز أي شيء حرمه بالضبط ولذلك قال نبئوني بعلم فهذا الذي شرعتمه لأنفسكم من أين أتيتم به من الذي شرعه لكم أخبرونا بعلم قلوا لنا الدليل قلوا لنا الحجة والبرهان وفي هذه الآية رد على الآية السابقة وهي قول الله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميدة فهم فيه شركاء إلى آخر الآية ثم قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يكمل بقية الأزواج الثمانية لأنه ذكر في الآية السابقة أربعة أزواج وهنا يذكر الأربعة الأخرى فيقول ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الإبل يطلق على الذكر منها جمل أو بعير ويطلق على الأنثى منها ناقة والبقر يطلق على الذكر منها ثور ويطلق على الأنثى منها ثورة والبقر هو اسم لكلا الأمرين معا أو كلا الجنسين معا الذكر والأنثى قال تعالى وَمِنَ الْإِبِلِ اثنين وَمِنَ الْبَقَرِ اثنين ثم كرر عليهم نفس السؤال التوبيخي التقريعي السابق فقال قل أَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِنْ الْأُنْثَيَنِ هل حرم الله تعالى أكل الذكور من الإبل والبقر أم حرم أكل الإناث منها أما اجتملت علي أرحام الأنثى أم حرم ما في بطون الإناث من الإبل والبقر ثم زاد توبيخهم وتقريعهم فقال سبحانه أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا هل كنتم حضور عندما شرع الله تعالى هذه التشريعات التي تزعمونها أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فأنتم افتريتم على الله وزعمتم أنه شرع هذا ولم يشرعه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فكأن الله تعالى يقول لهم لا فرق بين ما أبحتم وما حرمتم فالله تعالى لم يأذن في هذا وكل هذا مباح فلا تحليل إلا ما حرم الله ولا تحليل إلا ما أحله الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة